بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا السلسلة الأولى من المحاضرات الفيديوية الخاصة بنظام التشغيل Windows 10 بالنسبة للمقدمة الأولى اللي هي ماذا نقصد بنسخة Windows 10 Windows 10 is the most recent version of the operating system from Microsoft officially it was released in 2050 إذن هي النسخة المحدثة الأخيرة من شركة مايكروسوفت المتخصصة بصناعة أنظمة التشغيل على مدار سنوات طبعا إحنا إذا نجي نستعرض جملة من أنظمة التشغيل اللي إحنا كنا سابقا معتمديها يعني إذا نجي نقول عندك سابقا كان عندنا نظام التشغيل اللي هو الـ XB بعدين إجا أدك نظام التشغيل اللي هو Windows Vista وبعد الفيستا إجا عندنا نظام التشغيل اللي إحنا نسميه الـ Windows 7 وبعد الـ Windows 7 إجا عندي نسخة الـ Windows 8 وبعدين نسخة الـ Windows 8.1 وبعدين وصلنا إلى نسخة الـ Windows 10 نسخة الـ Windows 10 هي النسخة اللي تقريبا طورت كل ما موجود في Windows 7 ويندوز 8 وهو نفسي تـ 8.1 للنسخة محدثة والطاني بما يسمى بنسخة الـ Windows 10 إذن إذا نلاحظ هنا أنه الواجهة الأساسية الخاصة بنظام التشغيل هسا هاي الواجهة هي واجهة الـ Windows منين تتكون واجهة الـ Windows اللي موجودة عندي؟ تتكون من سطح المكتب هذا هو سطح المكتب بعد عندي هاي الأيكونات إذا نشوفها بالإضافة إلى شريط المهام الموجود عندي في أسفل النافذة بالنسبة إلى الآيكونات تقسم إلى جزعين الجزء الأول اللي إحنا نسميه بالـآيكونات الأساسية اللي هن عددهن خمسة اللي هي هذه الآيكونات الأساسية اللي دع أحشر قدامكم 2-4-5 آيكونات أساسية شنقصد بالآيكونات الأساسية 2-4-5 هي الآيكونات اللي تجي مع نظام التشغيل أثناء عملية شنوه تنصيبه يعني الادمنستريتر اللي هي الماي دي كومنت والكمبيورز اللي هي دي سبي سي والنتورك والريسايكل بين والكونترول بانل هذان أساسيات يجن مع نظام التشغيل أثناء عملية التنصيب ما نقدر نعدل عليهم ولا نقدر نحذفهم ولا نقدر نغيرهم باستثناء ما تبقى كل يسمونه بالآيكونات الثانوية لأن أنا ضايفين وأقدر أحذفهم وأقدر أعدل عليهم وأقدر أغير عليهم بالإضافة إلى ذلك بالأسفل عندنا ما يسمى بشريط المهام شريط المهام شريط المهام إذا تلاحظون يقسم إلى أربعة أجزاء الجزء الأول هذه المنطقة منطقة الإشعارات والجزء الثاني هو منطقة منطقة فارغة ومنطقة تثبيت التطبيقات مثل ما نشوف أكو تطبيقات مثبتة هنا أنا عندنا بالإضافة إلى ذلك إلى قائمة إبدأ قائمة إبدأ مثل ما نشوف هي القائمة اللي جمعة ما بين خصائص نظام التشغيل ويندوز ثمانية اللي هو هذا الجانب وما بين خصائص الويندوز سبعة اللي هو هذا الجانب اندمجا سوية عطتني بما يسمى بقائمة ابدأ المحدثة الموجودة في نظام التشغيل ويندوز عشرة إذن هذا تعريف بسيط على نسخة الويندوز عشرة وبعدين ديقول انه هي جمعة ما بين خصائص نظام سبعة ونظام ثمانية أو ثمانية بوينت واحد وذس نيو فيرجين كومباينز فيتشورز فروم ذوز توف بريفيز انستلمنت لهاي النسخ اللي موجودة إذا نلاحظ انه هاي النسخة ونسخة الويندوز عشرة بالإمكان انه تستخدم بالديسكتوب باللابتوب وكذلك بأجهزة الهاتف المحمول تم وضع قائمة ابدأ مثل ما قلنا مكان قائمة التشامز اللي هي موجودة كانت في نظام التشغيل ويندوز ثمانية اللي هي عبارة عن نافذة جانبية كنا نضغط عليها ونلقي كل الخصائص الموجودة في قائمة ابدأ موجودة في هذه القائمة الجانبية نجي إلى عبارة الانستيليشن اللي هي عملية التنصيب تنصيب يقسم إلى قسمين أما نسوي لها عملية ترقية وتحديث upgrade أو نسوي عملية clean install اللي هي فرمة وإعادة تنصيب إذن راح يكون عندنا upgrade والclean install تحت موضوع installation الupgrade اللي هي عملية الترقية الترقية طبعا نظام التشغيل اللي هو نظام ويندوز عشرة هذا تم إطلاقه بشكل رسمي في سنة 2015 فالشركة قطت عرض لمدة عام كامل إنه الأشخاص اللي يمتلكون في أجهزتهم ويندوز 8 أو 8.1 أو ويندوز 7 راح يوصل إشعار لهم بترقية نظام التشغيل أما الأشخاص اللي ما موجود بحواسيبهم هاي النسخ يعني الأقدم هذا ما تصير لعملية تحديث ولا ترقية مجرد لازم يسألوا عملية فرمة وإعادة تنصيب زين كل حاسبة إحنا نحتاجها أو موجودة عندنا نقدر ننصب بها ويندوز عشرة طبعا لا لازم نتأكد من مجموعة من التفاصيل إذا كانت موجودة نقدر ننزل أو ننصب بها ويندوز عشرة أولا لازم يكون عندي البروسيسر أقل شي 1 جيجا هيرتز أقل شي تكون الرام بين 1 و 2 بس الشركة توصي أنه يكون 4 جيجا بايت وأقل شي الهارت 16 جيجا بايت طبعا إذا ذنت أمور ما توفرين مثلا إذا أول 2 متوفرات بالحاسبة بس الهارت أقل من 16 طبعا لازم نلجأ إلى تغيير الهارت وبالنتيجة من غيرنا الهارت يعني غيرنا هاردوير لذلك أشي يقول هناك يقول ويندوز 10 أبغريد أو نوت يعني قابل للترقية أو لا إذا غير قابل للترقية يعني لازم نلجأ إلى عملية تغيير واحدة من القطع ونستبدلها بالجزء اللي يطابق مع متطلبات نظام التشغيل ويندوز 10 اجينا إلى الطريقة الأولى اللي هي طريقة الترقية حتى نصب ويندوز 10 طريقة الأولى قلنا تعتمد على أنه نظام التشغيل الموجود عندي بالحاسبة أما يكون ويندوز 7 أو ويندوز 8 ويندوز 7 أو ويندوز 8 في حينها في سنة 2015 صار أكو عرض مجاني لمدة عام واحد لذلك الخطوة الأولى يقول لك لكي ترى الويندوز 10 نوتيفكيشن في الأسفل الأسفل يعني ستجيك شعار بالضبط هاي القائمة قائمة ابدأ راح تلقيها موجودة هنانا معناها أنه أكو عندك تحديث وهذا يقول لك هو عرض لمدة عام واحد فقط للأشخاص اللي يمتلكون نظام التشغيل ويندوز 7 ويندوز 8 أو 8.1 هو نفسيته طبعا هذا الإشعار الموجود حاليا هاي النسخة هي ويندوز 7 اللي هي 17 عليها الموجودة بالصورة اجاها إشعار أنه أكو ويندوز 10 is coming get it for free احصل عليها بشكل شنوى مجاني اللي هو هذا بعدين مجرد أنه نضغط عليها راح يصعد عندك نظام التشغيل اللي يصعد لك السوفتوير مالت الخاص بي للترقية بعدين راح تجي إلى عملية الموافقة على شروط المايكروسوفت وذا تلاحظون سنة الترقية كانت في سنة 2015 بعدين نقول لك مباشرة راح يبدي بعملية الترقية إذا تلاحظون هاي الترقية بدأت عندي ملاحظات بسيطة أنه أثناء عملية الترقية ربما الحاسبة تسوي نفسها مرتين أو ثلاث مرات ريستارت أطفاء وإعادة التشغيل بشكل تلقائي وهذا هنا منبهنا عليه هو ديقول دورينغ ذيس تايم يور كمبيورر والريبوت أكبل оф تايمز يعني مرتين يصير بها عملية أطفاء وشغال سو دونت ووري إذا لا تقلق يعني هاي وحدة من المتطلبات عمليات الترقية طبعا بعد ذلك راح نوافق على كل الشروط والفقرة السابعة تنتهي عملية التنصيب الخاصة بويندوز عشرة إذا لاحظ طلاب الطريقة الثانية هي طريقة الكلين انستول الطريقة الثانية اللي هي طريقة الكلين انستول في حالة أنه أنظمة التشغيل هي أقدم من الويندوز سبعة يعني الأكس بي أو الفيستا اللي حتنا عليهم هذن قديمات يعتبرن بالنسبة إلى نظام التشغيل عشرة فهذه الأمور تحتاج إلى فرمة وعادة تنصيب زين في وقتنا الحالي هل ممكن ترقية نظام التشغيل ثمانية أو ثمانية بوينت واحد أو سبعة بدون عملية الفرمة والتنصيب طبعا لا غير ممكن لأن العرض اللي خاص بالشركة هو كان لمدة عام واحد فقط فيما بعد لازم نستخدم إجراءات الفرمة والتنصيب طبعا هنا لازم لازم نشتري سيدي أصلي يحتوي على نظام التشغيل ده يقول إنه سعر البرايس مالة البلانك هو تقريبا يبدي من سعر 119 دولار ويتفاوت سعره حسب النسخة وحسب الأصدار اللي موجود يعني مثلا هذا بلانك خاص بنظام التشغيل ويندوز 10 نسخة الهوم هاي اللي موجودة عدي هنا طبعا بعد ما ناخذ السيدي وضمن إجراءات موجودة يعني لازم أكون أشخاص يعرفوها لغرض عملية فرمة وتنصيب الحاسبة طبعا ده نحكي إحنا على الحاسبات القديمة اللي بيها نظام تشغيل اكس بي أو فيستا بعدين حتى نخلي عملية الإقلاع تبدي بعد ما نخلي السيدي أو الدي فيدي نضغط على مفتاح F12 وتبدي عملية صعود نظام التشغيل الخاص لترقية الويندوز اكس بي أو الفيستا إلى نظام التشغيل اللي هو الويندوز 10 بعد ما نصبنا وكملنا راح تظهر عندك الواجهة الأساسية اللي هي هذه قلنا هاي الواجهة الأساسية الخاصة بنظام التشغيل الويندوز 10 سطح المكتب آيكونات آيكونات رئيسية أساسية اللي هن عدد خمس آيكونات ما تبقى كل آيكونات ثانوية شريط المهام يقسم إلى أربعة أجزاء مثل ما قلنا منطقة الإشعارات منطقة فارغة ومثبتة للتطبيقات وتثبيت التطبيقات وكذلك قائمة ابدا هاي الواجهة الأساسية بعد ما تشغل الحاسبة تسغلت عندك الحاسبة مثل ما تشوفون قبل شوية سطح المكتب وقائمة ابدا اللي هي نفسيتها بعد شريط المهام يقسم إلى منطقة سميناها بالنوتفيكيشن آريا أو منطقة الإشعارات شريط المهام هو نفسيته هذا الجزء الطول الموجود أسفل الشاشة ومنطقة البحث وكذلك عندنا قائمة ابدا الواجهة الأساسية إذا تلاحظون طلاب الواجهة الأساسية هنا تتكون من مجموعة من التفاصيل قائمة ابدا مثل ما قلنا عليها منطقة الإشعارات اللي هي هاي كلها المنطقة نسميها بمنطقة الإشعارات أي إشعار راح يجي له هنا وهاي الواجهة طبعا تشبه عمل الموبايل بالواجهة العلوية من عنده نلقي بيها مجموعة من الآيكونات للوصول السريع اجينا أكو فرق ما بين نستخدم عبارة ويندوز فقط وما بين نستخدم عبارة ويندوز 10 ويندوز 10 يعني نظام تشغيل بس كلمة ويندوز معناها نوافذ شنقصد بالنوافذ أي نافذة نشغلها يعني هاي النافذة اللي مشغليها هاي تسمان ويندو إذا نجي نشغل الديسكتوب أيضا ويندو هذه نقول هنا أنا عندنا مثلا المستندات كلها ويندو هاي لذلك يكون نافذة بالأعلى نلقي الأكس هذا ذات باوعونا اغلاق النافذة باوع اغلاق النافذة نرجع مرة ثانية هاي علامة أكبر تكبير وتصغير النافذة وهاي السالب الماينس هاي إخفاء النافذة في شريط المهام اللي هي هاي نرجع نفتحها من جديد هذا هو اللي كان موجود عندنا في هذا المكان اللي هي هذه الايكونات قلنا عددهن خمس ايكونات ووضحنا اللي هن ذن الايكونات الخمسة زين إذا نجي الريد نضيف مختصر على سطح المكتب يعني آني هنا أنا عجبني أضيف مثلا اليوتيوب على سطح المكتب بكل بساطة الماوس طلاب يتكون من جزعين لحظات نأخذ صورة حتى تشوفوها حتى تشوفوها وتشوفوها تشوفوها تشوفوها طبعا هذا هو الماوس يتكون من جزئين جزء أيمن وجزء أيسر جزء الأيمن كل قوائم وجزء الأيسر كل تنفيذ إذا نجي لهنا هذا الجزء الأيمن باوع كل قوائم لذلك وين ما تخلي المؤشر على أي مكان يطيق قائمة خاصة بهذا المكان نفرض هاي هنا راح تظهر لقائمة على هذا المكان تظهر قائمة على هذا المكان الآخر وهكذا بالنسبة للبقية هاي قائمة ظهرت بهذا المكان قائمة لهذا المكان قائمة لهذا المكان إذن كل مكان عنده قائمة تختلف عن الثانية لذلك راح نسوي كليك أيمن على مكان فارغ هاي حتى ننشئ مختصر على سطح المكتب ونروح لعبارة نيو ومن نيو نختار عبارة شورت كات تنفتح لك هاي النافذة تكتب الموقع اللي تريده ملف موقع ويب إلى آخره كتبت مثلا يوتيوب اللي هو هذا قدامكم ونقول له أوكي شن الاسم ما لتنخليه هو نفسيته يوتيوب تمام ونقول له أوكي إذا تلاحظون انضاف عدي مختصر اسمه يوتيوب مباشرة بس تضغط عليه إذا كان تفاصيله صحيحة ينقلك إلى المكان اللي انت تريد توصله إذا نلاحظ حولني وين حولني إلى موقع اليوتيوب الخاص بك طبعاً أو أي مكان انت يعجبك توصله عن طريق إجراء مختصر في هذا المكان طريقته كليك أيمن نختار نيو وبعدين نختار شورت كات وبعدين نحدد الاسم اللي نريده ونقل له أوكي وننهي العلاقة هذا عرفنا طريقة إنشاء مختصر على سطح المكتب أيضاً نفس الآلية كليك أيمن على سطح المكتب نختار نيو وبعدين شورت كات بعدين ندور عن الملف اللي نريده أو اللي احنا نريد نكتبه وبعدين نقل له فينش ينتهي وصير عندنا مختصر لسطح المكتب عندنا طريقة تغيير خلفية سطح المكتب بكل بساطة كليك أيمن على سطح المكتب نختار عبارة Personalize تنفتع عندك هاي النافذة اللي راح تنباوعها نختار Background نجي تريد صورة Picture وراح تظهر لك مجموعة صور هنانا وتختار الصورة اللي انت تريدها هاي صور وتختار الصورة اللي تريدها على سبيل الفرض هاي الصورة اللي اختارناها نجي نباوع ثبتة عندك خلفية سطح المكتب بالصورة اللي اتخليتها أو هاي الصورة اللي غيرناها أو أحيانا تريدها عبارة عن لون Color يعني مثل ما موجود هسا هذا اللون ثبتنا هذا اللون هو راح يكون Background وأحيانا لا نحتاج إنه مجموعة صور ويكون أكو تغيير ما بين هاي الصور يعني كل دقيقة تجي صورة جديدة فتختار عبارة سلايد شو وبعدين راح يحدد لك بالأسفل وقت هذا الوقت اللي هو الفترة الافتراضية بين انتقال شريحة وشريحة مثلا كل دقيقة ثلاث عشر دقائق ثلاثين دقيقة كل ساعة كل سي ساعات كل يوم هذا بقى يمك انت كمستخدم تحدد الفئة اللي يتناسب عملك هذا الجزء اللي حتشينا عليه اللي هو طريقة تغيير خلفية سطح المكتب اللي هو ديستوب باكجراوند ايضا بيرسونالايز بعدين نجي الى باكجراوند ونختار صورة او سولد كالر او سلايد شو بعد ما نكمل نقول له فينش تثبت عندي الصورة وصلنا الى موضوع اخر نسميه النيفيكيشن النيفيكيشن راح نكمله على الفيديو القادم